موضوع ديال الأسعار بحكومة تواكب هذا الموضوع تتابعه في الأسبوع الماضي تكلمت لكم على اجتماع سوف يتم على مستوى وزارة الداخلية ستحضره جميع القطاعات المعنية بهذا الملف هناك اجتماعات أخرى سوف تكون غدا إن شاء الله هذا الموضوع هذا ليجب أن نعتقد في لحظة من اللحظات بأن الحكومة تواكبه بشكل دقيق جدا وتتابعه ليس فقط على مستوى المراقبة المراقبة كينا والمؤشرة والأرقام هي موجودة لكن أيضا على مستوى المساهمة في الرفع من الإنتاج وأيضا في مواكبة المنتجين طبعا لكي تصل هذه المواد إلى الأسواق خاصة المواد التي عندها واحد الاستهلاك كبير يعني في هذه المرحلة وفي هذا الشهر الفاضل مرة أخرى الحكومة سوف تستمر في تتبع هذا الموضوع ومواكبته وطبعا مني كنشوفو هذه التقارير كلها لأنه تكلمتي على واحد من التقارير هذا التقارير تكلم فقط على المرحلة من الفبراير من يناير إلى فبراير لكن مني كنأخذ المتوسط إن شاء الله بحكم مجموعة من تغييرات التي توقع في الخارج وأيضا يعني في بلادنا لأن جزء كبير من هذا التضخم يجب أن نعترف بأنه مستوريد مرتبط مجموعة من المواد للادخل للإنتاج الوطني فيها فكل هذا المؤشرات هذا كتعطيه واحد كتعطيه واحد المؤشرات إيجابية على أنه وحتى التقارير اللي تكلمت عليه مؤخرا وخانا هذا القضية ديالتقارير لا تستهويني كثيرا لأن التقارير تختلف من حسب كل مؤسسة كيفاش كتشوفه كيفاش المهم هو أنه في نهاية المطف يجيبه بفضل هذا يعني الإجراءات اللي قمنا بها وإذا تطلب الأمر إجراءات أخرى سوف تقوم بهذه الحكومة لكي نحافظ على هذه المواد كلها وعلى هذه المنتجات التي يستهلكها المغاربة في أسعار معقولة شكرا لكم